رياضي احنا معنا قاعدة عريضة بس احنا بينقصنا الماديات شوية بينقصنا المكان لان المكان برضا حتى لو متوفر بيبقى فيه صعوبات ساعات لان لك وقت معين وساعات معينة والحلبة والحاجات اللي احنا شغال عليها دي حاجات حاجات انصيف خالص يعني فدي عامل لنا مشكلة فبجانب كده ان اغلبية الناس شغالة برضا في شغل وكده مش شغلتهم هي الرياضة بس انت بتشتغل كابتين بويكا شغال طبعا انا فني تبروت كيف طب بتقدر توفق بين شغلك ومورسة مصارعة المحترفين والتدريب بقوة بيبقى فيه صعوبات لكن الحمد لله بقدر اتحداها عن طريق الرياضة اللي علمتني الصبر والاسرار وان انا كمل وكده انا شايف ان محمد اسماعيل حتى برضو فيه فيه لقطاتله محمد اسماعيل انا بلقبه بالفتى الطائر او المصارع الطائر يعني وده لقب اعتز به وان شاء الله يبقى اسمي في المستبهل عشان انت اللي اطلقت على الاسم ده باذن الله دمي من بحكم اللي انا شفته انا يعني هو احد يسمك بويكا لقبك بويكا وانا النهاردة بقول ان محمد اسماعيل هو الفتى الطائر او المصارع الطائر الله يخليك كابتن وان شاء الله كون عندي حسن ظنك وطير كمان وكمان ان شاء الله كابتن بويكا كابتن محمد او المصارع الطائر رسالة بقى توجيها اللي ممارسوش رياضة انا شايف اللي ممارس رياضة ان دي فرصته وده وقته ان هو يرجع ويمارس رياضة لو حتى يصحى الصبح بس يتمشى التمشية دي في حد ذاتها رياضة رياضة دي بتحسن صحته بتحسنه بتخليه كويس في شغله يقدر يكمل شغله بتساعده في كل حاجة في دنيته لو في اي حاجة سلبية هي بتنهيها ان شاء الله بيبقى ايجابة في حياته حتى كابتن محمد اسماعيل المصارع الطائر اهم الوجبات اللي يتناولها الرياضي وخاصة لاعب مصارعة المحترفين هي الوجبات اهم حاجة في الوجبات طبعا البروتين لان البروتين ده هو اللي بيبني العظم الدهون والحاجات دي كلها مضرة وبتأثر على القلب وبتجيب مشاكل وبتأثر في العمر على طول يعني انا شايف اهم حاجة الاكل الصحي الاكل الصحي ده وم بيخلي الجسم سليم الجسم سليم يعني عالق سليم فهي كلها منظومة وربوطة ببعض فاكيد يركز على مثلا كله غزة ببروتين والحاجة المفيدة بس بس ده هم حاجة في الرياضي الاكل كتير مش الاكل كتير ده حاجة مضرة جدا وحاجة تأذي يعني مش حاجة هتشيده طب انا عرف لاعب في المصارع عزيز على قلبي باي حاجة بيأكلها يعني واحد مثلا 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 عبدالله انا واردك نفس الانظوم اكيد بس احنا بنعمل منظومة يعني انا على قد ما بيأكل يعني انا لو هاكل مثلا واجبة كبيرة اوي بانا هعمل ثمرينة اعلى واعلى 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 فكلمة توجهها المين يا كابتن محمد كلمة اوجهها ان شاء الله لجمهور والناس اللي مستنيني انا بقولهم اللي انت شفتوا اللي فات ده واند كان مرحلة تدريب وكان مجرد حاجات بسيطة انا بوعيدكم وبوعيد كل اي حد دلوقتي بيشاهدني بيشوفني عن طريق قناة صحتي اللي جاي افضل واحسن واللي انت شفتوا ده اقل حاجة عندي ان شاء الله وعند الفريق اللي انا معاه دلوقتي وانا هبقى اول فريق عربي مصري عربي موجود هنا ان شاء الله وهنعمل قاعدة عريضة جدا من المصرعيين اللي نقدر نفس بيهم اي حد في اي منظمة ان كانت WWE او اي منظمة كلمة اخيرة توجهها المصر من خلال كاميرا برنامج كل الملاعب انت جيت كده عالجرحة استاذ هيسم والله انا حب اوجه الرسالة بس المصريين اهدوا بس يا ناس اهدوا كده عشان عايزين نبني البلد البلد بتتهد وانا شايف ان احنا هنصور 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 وما فيش حاجة هتحصل لا اي حد في مكان يصلح في المكان اللي هو فيه ابدأ بنفسك وبعد كده بقى صحح في المجتمع احنا دلوقتي بقين شغالين ده غلط وده غلط وده غلط نسينا نفسنا نسينا ان احنا الاساس من نحنا صلح من نفسك وابدأ من نفسك ومصر بقى تقول لي هي اه انا اقول مصر هي امي اه هي مقولة بتتقيل وفيها طبعا حد بيتترع وكده لكن بجد مصر دي ام الدنيا بي نحنا مش بحد تاني نقف ويا رب يا مصر ترجع تاني اكيد ان شاء الله مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا مصر في قلوبنا اه مصر ان شاء الله في نهضة جديدة اه انا بشكرك كابتن محمد وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى مع بقى نشوف الاحزمة ونشوف الطرات ورسالتك اللي بتأديها ان شاء الله ان شاء الله يا باشا واتشوف ان شاء الله شغل جديد وربنا يسهل بس والموولين يقدروا يساعدونا والدولة تقدر ساعدنا لان احنا بنعاني من المشكلة برضك من الدولة وكده نهي مش مساعدنا احنا بنروه الوزير الشباب ورياضة مش واقف معانا ولا مساعدنا دي حضرتك عنيفة لو احنا بنلعب هارد كور انا لاغي شغل هارد كور وهو يجي تفرج حضرته انا افهمه الشغل عامل ازاي وشو في الدنيا ان شاء الله بنا تمنى استجابة وزير الرياضة وبنشكر الكابتن محمد وبكده بنوصل لنهاية حلقتنا وبنفكركم في كل الملاعب هنقاب اللاعب هيحكي حكايته ويقول روايته في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان انتظرونا الاسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامج كل الملاعب انتظرونا